السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا طلاب الصف الحادي عشر علمي وتكنولوجي في درس جديد من دروس الرياضيات من الوحدة الثانية الدرس الثالث الدوال العكسية الجزء الثالث أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو التعرف على قاعدة التركيب العكسي واستخدام قاعدة التركيب العكسي للتحقق من الدوال العكسية لتكن f of x equals 5x plus 4 هي دالة واحد لواحد أوجد f inverse of x تذكر عزيز الطالب أنه لإيجاد الدالة العكسية جبرياً نتبع الخطوات الثلاث أولاً أعد كتابة الدالة كمعادلة بدلالة x و y لتصبح y equals 5x plus 4 أما الخطوة الثانية بدل بين كل من المتغير x والمتغير y في المعادلة لتصبح المعادلة x equals 5y plus 4 والخطوة الثالثة حل المعادلة لإيجاد y فتصبح y equals x minus 4 over 5 إذن f inverse of x equals x minus 4 over 5 وهذه هي معادلة الدالة العكسية الآن عزيز الطالب f of x equals 5x plus 4 اكتبها جانباً واكتب بجانبها معادلة الدالة العكسية f inverse of x والآن سنستبدل f inverse of x بg of x وأريد منك أن تجد جانباً f of g of x وأيضاً g of f of x لنبدأ بf of g of x أولاً استبدل g of x بقاعدتها وبالدالة f عوض x minus 4 over 5 مكان x لتحصل على ما يلي 5 times x minus 4 over 5 plus 4 الآن هل تستطيع تبسيط هذا المقدار؟ أحسنت بإمكانك أن تختصر 5 في البسط والمقام لتحصل على x minus 4 plus 4 هل هناك تبسيط آخر؟ ممتاز negative 4 plus 4 equals 0 لتكون النتيجة equals x إذن f of g of x equals x ولكن ماذا عن g of f of x؟ استبدل f of x بقاعدتها يصبح لديك g of 5x plus 4 الآن عوض 5x plus 4 في الدالة g مكان x لينتج لديك أن 5x plus 4 minus 4 over 5 هل هناك تبسيط لهذا المقدار؟ ممتاز إن 4 minus 4 equals 0 لينتج معك أن 5x over 5 هل هناك تبسيط آخر؟ ممتاز 5 في البسط والمقام بإمكانك أن تختصرها لتكون النتيجة equals x إذن g of f of x أيضاً equal x ماذا تلاحظ عزيز الطالب؟ ممتاز إذا كانت g هي الدالة العكسية لf فإن f of g of x equals x كما أن g of f of x أيضاً equals x يقودنا هذا المثال إلى قاعدة التركيب العكسي الدالة f هي دالة واحد لواحد ودالتها العكسية هي الدالة g إذا وفقط إذا كانت لجميع قيم x في مجال الدالة g f of g of x equals x وأيضاً لجميع قيم x في مجال الدالة f g of f of x equals x تستخدم قاعدة التركيب العكسي للكشف عن الدوال العكسية ولتتضح الفكرة بشكل أفضل دعنا عزيز الطالب نناقش المثال الخامس صفحة 89 من الكتاب المدرسي a أثبت جبرياً أن f of x equals x cubed plus 1 و g of x equals cubic root of x minus 1 دالتان عكسيتان والفرع b من نفس المثال هل الدالتان f of x equals x squared plus 5 و g of x equals square root of x minus 5 متعاكستان؟ برر إجابتك لنبدأ الحل بفرع a كيف سنثبت جبرياً أن f of x و g of x دالتان عكسيتان؟ ممتاز باستخدام قاعدة التركيب العكسي واسأل نفسك السؤال التالي هل f of g of x equals x وأيضاً g of f of x equals x؟ أولاً عزيز الطالب أوجد f of g of x واستبدل g of x بقاعدتها والآن بالدالة f عوض cubic root of x minus 1 مكان x لينتج لديك أن cubic root of x minus 1 to the power 3 plus 1 الآن تذكر عزيز الطالب من قوانين الأسس cubic root of x to the power 3 equals x إذن ناتج للأقواس سيكون x minus 1 لينتج لديك x minus 1 plus 1 هل هناك تبسيط لهذا المقدار؟ أحسنت إن negative 1 plus 1 equals 0 فتكون النتيجة equals x إذن الجزء الأول من الشرط قد تحقق ولننتقل الآن إلى الجزء الثاني هل g of f of x أيضاً equals x؟ تعال عزيز الطالب لنجيب عن هذا السؤال لإيجاد g of f of x عوض بدل f بقاعدتها والآن في الدالة g عوض بx cubed plus 1 مكان x لينتج لديك أن cubic root of x to the power 3 plus 1 minus 1 هل هناك اختصار في هذا المقدار؟ أحسنت 1 minus 1 equals 0 فينتج لديك cubic root of x to the power 3 والذي يساوي x إذن الجزء الثاني من الشرط قد تحقق أيضاً نتج لديك عزيز الطالب أن f of g of x equals g of f of x equals x بما أن هذه المعادلات صحيحة لجميع قيم x فإن قاعدة التركيب العكسي تضمن أن f والg كل منهما معكوس للآخر ماذا عن الفرع بي من نفس المثال؟ أحسنت مرة أخرى باستخدام قاعدة التركيب العكسي أوجد أولاً f of g of x واستبدل g of x بقاعدتها والآن في الدالة f عوض بsquare root of x minus 5 مكان x لينتج لديك square root of x minus 5 to the power 2 plus 5 الآن عزيز الطالب تذكر قانون مفكوك مربع الفرق بين حدين لينتج لديك square root of x to the power 2 minus 2 times square root of x times 5 plus 5 squared وأخيراً plus 5 الآن قم بتبسيط المقدار وجمع الحدود المتشابهة لينتج لديك x minus 10 square root of x plus 30 وهذا لا يساوي x إذن الجزء الأول من قاعدة التركيب العكسي لم يتحقق وبالتالي كما تلاحظ f of g of x لا يساوي x إذن f و g دلتين غير متعاكستين وكحل إضافي عزيز الطالب تستطيع أن تجد g of f of x استبدل f of x بقاعدتها لينتج لديك g of x to the power 2 plus 5 والآن عوض بالدالة g x to the power 2 plus 5 مكان x لينتج لديك square root of x to the power 2 plus 5 minus 5 وهذا أيضا لا يساوي x عاول أن تحل التمرين السابع عشر صفحة 93 من الكتاب المدرسي بيّد ما إذا كانت f و g دلتين متعاكستين لحيث أن f of x equals 2x minus 9 و g of x equals 1 over 2x plus 9 الآن عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم حاول حل التدريب قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك لنتناقش الآن عزيز الطالب بخطوات الحل ما رأيك؟ كيف ستبين فيما إذا كانت f و g دلتين متعاكستين؟ ممتاز لاستخدام قاعدة التركيب العكسي أولا قم بحساب f of g of x و عوض بدل x في الدالة f 1 over 2x plus 9 لتحصل على 2 times 1 over 2x plus 9 minus 9 الآن قم بتبسيط هذا المقدار و ازع 2 على القوس لتحصل على أن 2 times 1 over 2x plus 2 times 9 minus 9 قم بتبسيط المقدار وتجميع الحدود المتشابهة والناتج بعد ذلك x plus 9 وهذا بالطبع لا يساوي x إذن f of x و g of x ليست دلتين متعاكستين حاول أن تحل التمرين الثاني عشر صفحة 93 من الكتاب المدرسي بينا إذا كانت f و g دلتين متعاكستين حيث f of x equals x plus 3 over 4 و g of x equals 4x minus 3 الآن عزيزي الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم حاول حل التدريب قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك لنتناقش الآن عزيزي الطالب بخطوات الحل كيف ستثبت مرة أخرى إذا ما كانت f و g دلتين متعاكستين ممتاز مرة أخرى باستخدام قاعدة التركيب العكسي أولاً أوجد f of g of x واستبدل g of x بقاعدتها والآن بالدلة f عوض 4x minus 3 مكان x لينتج لديك 4x minus 3 plus 3 over 4 هل هناك تبسيط لهذا المقدار؟ ممتاز إن negative 3 plus 3 equals 0 لينتج لديك 4x over 4 والآن قم باختصار 4 في البسط والمقام لتحصل على x وهكذا الجزء الأول من قاعدة التركيب العكسي قد تحقق ماذا عن g of f of x؟ هل هو أيضاً يساوي x؟ لنرى استبدل f of x بقاعدتها لينتج لديك g of x plus 3 over 4 والآن في الدلة g عوض x plus 3 over 4 مكان x لينتج لديك 4 times x plus 3 over 4 minus 3 هل هناك تبسيط لهذا المقدار؟ أحسنت بإمكانك اختصار 4 في البسط والمقام لينتج لديك x plus 3 minus 3 هل تستطيع أن تبسط المقدار أكثر؟ منتاز 3 minus 3 equals 0 فتكون النتيجة equals x إذن ها هو الجزء الثاني من الشرط قد تحقق أيضاً كما تلاحظ عزيز الطالب فإن f of g of x equals g of f of x equals أيضاً x وبالتالي فإن f of x و g of x دلتين متعاكستين إلى هنا أعزائنا الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه وإلى اللقاء بدرس جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر